السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل باسمعني معكم الأستاذ صفاء من قناة تيتيو كل باسمعنا رغم مراجو الفيديو ما ينسى تشتركوا فعلينا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن تحليل فقرة صفحة 33 في النغة العربية للصفة الثامن الفصل الأول عندنا سؤال نقرأ الفقرة الآتية ثم نحللها إلى فكرتها العامة وجملتها المفتاحية ثم نضيف لها جمل داعمة وجملة ختمية ظلنا المهم اللي احنا هنقوم بتوظيفه نقرأ الفقرة الآتية اللي هي دي هنحللها إلى فكرة عامة وجملة مفتاحية وجمل داعمة وجملة ختمية أربع أشياء أو أربع حاجات هنقوم بالإجابة عليها الفكرة عندنا من أول هنا الفكرة للوحدة بين أفراد الوطن مقاومات أساسية تفرض نفسها منها اللغة والدين والتراث والتاريخ والعادات والتقاليد ووحدة الدم والمصير وهذه مقاومات لا يمكن أن يعقل عنها إلا من أصبه الجنون واستسلم لسلطات الجهل وشيطان الطمع لحد هنا الفقرة نهاية الفقرة الفقرة دي هنضيف إليها جمل داعمة بعدها جمل داعمة بعدها وجملة في الأخير جملة ختمية وحنذكر الفكرة العامة وحنذكر الجملة المفتاحية الفكرة العامة أول فكرة أول شيء الفكرة العامة فكرة العامة مقاومات الوحدة بين أفراد الوطن وكيفية استغلالها دي الفكرة العامة أجابنا على طلب الأول طلب الثاني أو السؤال الثاني جملتها المفتاحية الجملة المفتاحية للوحدة بين أفراد الوطن مقاومات أساسية تفرض نفسها اللي هي بداية الفقرة اللي هي بداية الفقرة نقول عليها جملة مفتحية دي الوحدة بين أفراد الوطن مقاومات أساسية تفرض نفسها دي اسمها جملة مفتحية أو المقدمة في البداية عندنا جمل داعمة أخرى نضيف جمل داعمة أخرى بعد هذه الفقرة هنضيف جمل أخرى لذا من الضروري أن يسعى جميع أفراد المجتمع لتعزيز الوحدة والعمل على حسن استغلال مقاومات الوحدة والعمل معا من أجل بناء وطن قوي ومزدهر لا يهزم أبدا ندينا ثلاثة أسطر جمل داعمة جملة مختامية يعني بعد جمل الداعمة هنضيف جملة ختمية ندينا جملة ختمية للفقرة الوحدة ثروة ثمينة فعلينا نحن العرب والمسلمين أن نحققها ونواجه جميع التحديات ونبتعد عن الخلافات والنزاع دي جملة ختمية للفقرة ممكن نختار جملة ختمية أخرى أو كتبنا جملة ختمية أخرى نختار هذه الجملة أو هذه الجملة نختار واحدة فقط هذه أو هذه الوحدة أساس التقدم والنهضة تقود المجتمع إلى تحقيق أهدافي وغايته فلنحرس عليها ونعمل على تحقيقها اختاروا جملة ختمية واحدة إذا تأجبكم اختروها تحليل الفقرة صفحة 33 في اللغة العربية للصف الثامن الفصل الأول يارب تستفيدوا من الفيديو ومتنسونها باللايك الاشتراك وكومنتي للقناة نعرف رأيكم الموضوع الاشتراكات إذا كنت الأومر تسمعني وفعلوا الجرس إذا أردتم مشاهد فيديوهات القناة أول بأول فعلونا الجرس وإذا تستطيعوا تشير الفيديو شيرونا الفيديو جزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته